ازايكو جماعة عامليني اتمنى كلكو تكونوا بخير ان شاء الله والنهاردة انا بجرب موبايل لاول مرة انا بعمل له حاجة للقناة الصراحة والاول مرة انا بعمل للشركة دي حاجة للقناة وهو الموبايل نوكيا ايت بوينت وان. دلوقتي اللي يعرفني او اللي متابعني بيعرف ان انا كان معايا او بستخدم موبايل الرئيسي واللي هو كان قعد تستخدمه تقريبا موبايل رئيسي لمدة تلات اربع شهور تقريبا وكان موبايل لصراحة خرافي جدا والناس كلها كلام ما كانت بتقابلني بتقول لي انت ليه شايل الموبايل ده وليه اا مش شايل مسلا حاجة او كده طبعا قبل ما اجيب النوت ناين والكلام ده. الفكرة كلها في النوكيا سافن بلس انه كان موبايل عادي جدا بمعنى ان مسلا ان الشركات كانت بتعمل النوتش والمش عارف ايه وانا صراحة انا ما بحبش موضوع النوتش ده خالص فان نوكيا سافن بلس ما كانش بيجي بنوتش خالص بمعنى برضو ان النوكيا سافن بلس كان من افضل الخامات اللي انا جربتها في فئة الجهاز ده السعرية برضو اداء الموبايل كان بسناب دراجون ستمائة وستين واربعة جا جرام مع اندرويد الخام خالص معاني انا كنت ما بحبش خالص اندرويد الخام ولكن الموبايل ده كان ممتاز جدا جدا وبيقضي احتياجاتي انا الشخصية فدلوقتي انا هتكلم على الجديد بتاعه يعني هو مش جديد اوي هو نزل نوكيا سافن بوينت وون ولكن ده الايد بوينت وون اقدر اقول انه هو في نفس فأت السافن بلس او في نفس فأت النوكيا سافن بلس اللي كان معايا او الا انا كنت باستخدمه كجاهير زي رئيسي فاستخدمت النوكيا ايد بوينت وون ده لمدة اسبوع ونص تقريبا او اسبوعين كجهازي رئيسي وبقارن برضو بيه بين النوكيا سافن بلس ازا كان هو بيديني نفس التجربة بتاعت النوكيا سافن بلس الحقيقة اللي انا كنت فرحان بها جدا ولا نوكيا شالت منه حاجات كتير ده اللي هنعرفه في الفيديو ده مبدئيا النوكيا ايت بوينت وون اول حاجة اللي حزتها في نوكيا واللي دايقتني شوية ان هما حولوا الموبايل من معدن لازاز فهنا النوكيا ايت بوينت وون جاي بالفريم كله من المعدن ولكن الظهر والوش طبعا من الازاز فانا الصراحة شخص مسلا بوقع الموبايلات كتير الحقيقة ممكن موبايل يقع مني مرتين في اليوم ولا حاجة فموضوع الازاز ده كان دقيقني شوية ولكن خلاف كده الموبايل ما زال خاماته من افضل الخامات اللي انت هتمسكها في اي موبايل في سعره في الموبايل ايت بوينت وون ده جاي بسعر ستة الاف جنيه تقريبا فممكن تلاقي موبايلات اعلى منه في الامكانيات ولكن ده من افضل الخامات اللي انت هتاخدها نفس الموضوع بالزبط اللي كان في نفس الموضوع اللي هتاخده من هنا. ولكن اللي دايني ان هنا دهره جاي من الازاز. ولكن او كا اعتمادية ان انت تمسك الجهاز فترات طويلة. الصراحة المعدن هيكون احسن بكتير من الازاز. ثانية حاجة لاحظتها في الموبايل واللي هو نوكيا. رجبة الترند بتاع النوتش متأخر شوية. ولكن هي رجبة الترند بتاع النوتش. وحطت لنا هنا نوتش هي اي نعم كبيرة شوية ولكن هنا في نوتش. اعتقد نوتش نفس حجم البوكوفون ونفس حجم كده. ولكن هنا تزال النوتش. كمان بالنسبة لشاشة هنا فالشاشة هنا جاي بحجم ستة واتنين من عشرة بوصة بدقة فول اتش دي بلس. الحقيقة الشاشة ممتازة جدا. ما تقلش حاجة عن اللي كان الشاشته ممتازة جدا هنا تقريبا نفس البانل ونفس الشاشة الوانها ممتازة جدا سطوها تحت اشعة الشمس كان بيعجبني جدا برضو في السفن بلس. وهنا برضو بيعجبني جدا سطوها تحت اشعة الشمس. والشاشة هنا كمان دعمها للاتش دي ارتن فممكن تتفرج على فيديو بتقنية الاتش دي ارتن في يوتيوب في شاشة اي بي اس ودي حاجة ممتازة جدا جدا في فئة السعرية بتاعت الجهاز ده فالشاشة هنا زي ما احنا قلنا بتدعم الاتش دي ارتن فالخلاصة ان شاشة هنا الحقيقة الجودة بتاعتها ممتازة جدا ولكن انا ما كنتش اتمنى موضوع النوتش ده يعني انا كنت بحب النوكيا سافن بلس اللي من غير النوتش عشان هومي غير النوتش اصلا فانا بحبه ولكن هنا الجوم طبعا لازم يعملوا الترند ولازم يشوفوا الناس هم محتاجة ايه فالناس طبعا محتاجة النوتش فرحوا للنوتش للأسف وطبعا حواف الجهاز هنا قلت بكتير من السافن بلس فالنوكيا سافن بلس كان في حواف تقينة هنا حواف الجهاز رفيعة جدا ومقبولة جدا على العين يعني كمان في حاجة دايقتني في النوتش دي اني مفيش اشعارات بتطلع على يمين او شمال الموبايل بس مفيش غير اشعارين بس هما اللي هيتطلعوا من اي برنامجين بمعنى ان انت مسلا لو جاي لك اشعار من الفيسبوك والواتساب هما بس اللي هيتطلعوا جاي لك اشعارات اكتر من كده من برامج مختلفة هتضطر ان انت تسحب شريط الاشعارات عشان تشوف الاشعارات ودي الحقيقة حاجة برضو انا ما حبتهاش ولكن ده اللي موجود وده اللي بتعمله النوتش الحقيقي. النوكيا عيد الحقيقة جاي بمعالج اللي هو سناب درجون سبعمائة وعشرة معرمات اربعة جيجا وزاكرة الخلية بساعة اربعة وستين جيجا. الحقيقة لسناب درجون سبعمائة وعشرة انا كنت فاكر ان هو اعلى بكتير من السبتمائة وستين او هيفرق بشكل كبير جدا عن السناب درجون سبتمائة وستين اللي انا جربته في النوكيا سيفن بلس ولكن الحقيقة السناب درجون سبعمائة وعشرة ده هو تطور بسيطة عن السناب درجون ستمائة وستين اللي كان موجود في واللي كان موجود برضو في موبايلات كتير انا جربتها فهو تطور بسيط مش تطور خرافي يعني هيديك اداء اعلى سنة بسيطة وحتى في بتاعته او في بتاعته هيديك سكورات اعلى ولكن اللي بيفرق جامد جدا في المعالج ده وهو معالج رسوميات او او المعالج الخاص بالجرافيكس والعلاعية فدلوقتي انا لما كنت بلعب بب جي مسلا على نوكي سابن بلس كنت بضطر ان انا اعمل على ميديم او بالعافية عشان ما هيانكش الجهاز ولا حاجة ولكن في الجهاز ده الحقيقة او لعب بتشتغل على هاي وعلى اعلى اعدادات للجرافيكس الحقيقة بدون اي مشاكل وده اللي انا لاحظته الفرق بين السبعمائة وعشرة او السناب دراجون سبعمائة وعشرة والسناب دراجون ستمائة وستين فانا اعتقد ان الفرق هنا في الجرافيكس بس يعني الجرافيكس علي كتير وده اللي معالي اصلا بتاعته لما نيجي نشوف على انتوتو بنشمارك هنلاقي الجهاز ده جايب مية واحد وسبعين الف نقطة فده شيء ممتاز جدا مية واحد وسبعين الف نقطة تقريبا زي اجهزة السناب دراجون ستمائة وخمسة وتلاتين وده يدل ان المعالج ده والمعالج رسوميات برضو اقوية جدا طبعا في المهام العادية كفيسبوك وواتساب ومسانجر والكلام ده مش هتلاقي اي تهنيك طبعا ازا كنت انا ما كنتش بلاقي اي تهنيك في السبعمائة وستين فاكيد اكيد ده مش هلاقي في اي تهنيك خصوصا ان الجهاز جاي بالاندرويد او بالاندرويد الخام خالص مبدئين الخام انا ما كنتش بحبه خالص يعني اني ما يعني تجربة الاندرويد الخام دي انا مكنتش بحبها خالص بحب وجهة سامسونج بحب وجهة يا شومي مسلا لو كنا هنقول ولكن لما جيت جربت النكيا سافن بلاس الحيطة بالوجهة الخام برضو كان جاي. وبعد كمان ما نزله او نزل له تسعة للحقيقة انا حبيت الوجهة دي جدا جدا ومش قادر ان انا امسك موبايل تاني من غير ها يعني انا ما كنتش قادر ان انا امسك موبايل غير الوجهة الاندرويد الخام دي لدرجة ان انا في موبايلاتي اللي انا ممسكها بعد الاندرويد الخام الحقيقة بنزل بتاع جوجل عشان يديني تجربة الاندرويد الخام فانا لما تعاوت على الاندرويد الخام الحقيقة حاجة ممتازة جدا جدا نفس الموضوع هنا في فهو جاي بالاندرويد الخام جاي طبعا باحدث اصدار الاندرويد اللي هو أندرويد باي وهيجيله كمان لو نزل وهيجيله لو نزل. والحقيقة دي ميزك وويسة جدا جدا أن التحديثات تجيلك عل طول فأنا نوكيا سيفن بلاس مثلا لما كان معي تحديث أندرويد باي جايلي في شهر نوفمبر الفينو watershere وقت ما كانت أصلا الناس لسه مستخدمها للأندرويد الوريو العادي والناس لسه عايشة بالأندرويد الأوريو العادي أنا كان معي للأندرويد الباي لأن أنا معي فهو ميميزة هنا التحديثات سريعة جدا جدا. كمان ميزة هنا السلاسة بتاعت الواجهة وان الواجهة مش هتهنج معاك خالص. وان الواجهة كلها مع بعض او كلها معمول لها مع بعض جميد جدا جدا ما بين الهارد وير والسوفت وير. بالنسبة ليه الكاميرات? فانا كان عندي تعليق على كاميرات النوكيا سيفن بلس اللي انا كنت جربه بتقوى قبل كده ان هو ما كانش حلو قوي. ولكن لما جردت الكاميرات دي الحقيقة وجهة نظر اختلفت نهائي. بحيث ان احنا عندنا كاميرتين ورا هنا من نوع زايس واللي هيعرفه في الكاميرات او يعرفه في العدسات بتاعت الكاميرات هيعرفه يعني ايه زايس. والكاميرتين هنا واحدة فيهم بديجي بدقة اتناشر ميجا بيكسل والتانية بتيجي بدقة تلاتاشر ميجا بيكسل والاتنين بفتحة عدسة واحد فاصلة تمانية. الحقيقة زي ما قلت ان انا نجربت كاميرات النوكيا سيفن بلس ما كانتش احسن حاجة. ولكن الكاميرات دي الحقيقة ديتني اداء ممتاز جدا جدا الصبح. وبالليل كمان بحيس ان الصبح كانت بتديني تفاصيل في الصورة خرافية الحقيقة. والعزل بتاعها اي نعم كان بيعمل زوم شوية يعني لما تبقى عايز تعزل شخص عنها الخلفية والحاجة بيعمل زوم شوية. ولكن العزل بتاعها بيحصل بشكل ممتاز جدا. كمان بالليل الصور كانت بتطلع ممتازة جدا. ملقيتش فيها نويز مسلا ملقيتش فيها حاجات تفاصيل الصورة الليل حتى كانت آآ بتفضل في الصورة ما تروحش خالص فاق الكاميرات الخلفية هنا تحسنت جدا جدا عن النوكيا سيفن بلوس اللي انا كنتم مجربو وعموما بين الشركات يعني انت بتتكلم هنا مسلا موبايل بستة لاف جنيه فالحقيقة هتاخد كاميرات ممتازة جدا جدا بستة لاف جنيه اللي هتدفعهم في الموبايل ده كزلك الكاميرا الامامية فالموبايل ده بيجي بكاميرا امامية بدقة عشرين ميجا بيكسل عشرين ميجا بتديني تفاصيل في وشي لما باجي تصور سيلفي ممتازة جدا جدا وكمان خاصية العزل في الكاميرا الامامية اي نعم كانت بتشتغل بالسوفتوير ولكن كانت بتديني عزل ممتاز جدا الحقيقة فالكاميرا الامامية والخلفية الحقيقة كاميرات ممتازة جدا وتطور رهيب على النوكيا سيفن بلوس يعني دي غالبا من احسن الكاميرات اللي انت هتاخدها في فقت الجهاز ده السعرية على ما اتذكر يعني ما فيش كاميرا هتديك الجودة دي في السعر ده بالنسبة للبطارية فالجهاز ده جايب بطارية بساعة تلات تلاف وخمسمية ميلي امبير وهي برضو اقل من النوكيا سامن بلوس نوكيا سامن بلوس كان بيجيب تلات تلاف وثمانمية ميلي امبير هنا تلات تلاف وخمسمية ميلي امبير ولكن البطارية بشكل عام قدتني سبع ساعات من وقت عمل الشاشة وده رقم كافي جدا ليا انا شخص يعني ليا واستخدام انا بحيس مسلا ان انا كنت بنزل الساعة عشرة صبح مسلا وباجي الساعة تمانية بالليل بيبقى الموبايل لسه فيه تلاتين في المية وفيه اربعين في المية كمان ان انا اقدر اشحنه بالنسبة للشحن في الجهاز ده والنوكيا سامن بلوس برضو كانوا بيدعموا شحن السريع بتقنية كوالكوم كويك شارج تري بوينت زيرو فالحقيقة الشحن السريع ده ممتاز جدا جدا هيشحن لك البطارية دي تقريبا من سبعين في المية ولا حاجة دي حاجة ممتازة جدا جدا يعني مو بيبصل مسلا سبعين في المية او خمسة وستين في المية في نصف ساعة والباقي بياخد آآ الباقي يعني اللي هو تمانين دقيقة يعني فبشكل عام هي البطارية قلت شوية عن النوكيا سامن بلوس ولكن مازالت برضو بتديني سكرين اون طايم او وقت عمل الشاشة ممتاز جدا ومازالت بتديني اداء برضو كويس جدا وبس كده دي كل حاجة عن النوكيا ايت بوينت وان دلوغتي النوكيا ايت بوينت وان ده يعني هو ممكن الناس تشوفه غالي شوية يعني الناس تشوفه مسلا ستت تلاف جنيه تما روح اشتري كزا تما روح اشتري كزا بمعالجات اقوى بحاجات اقوى وده اللي انا كنت مقتنع به الصراحة قبل ما اجرب النوكيا سفن بلس فالنوكيا سفن بلس اول ما نزل كان بسبعة تلاف وخمسمائة جنيه الحقيقة حاجة خرافية جدا وبعد ما نزل سعره كمان كان بخمس تلاف وخمسمائة جنيه في موبايلات دلوقتي باربع تلاف جنيه بسعر النوكيا سفن بلس ولكن انا لما استخدمت فعلا نوكيا سفن بلس ولما استخدمت الموبايل ده فعلا الموبايلات دي فيها حاجة تحس بقيمتها تحس ان انت دفع كل جنيه في الموبايل انا بقولش الكلام ده فعلا عشان اي حاجة ولكن فعلا الموبايلات نوكيا دي تحس ان انت دفع كل جنيه في الموبايل هتاخد خرافية جدا هتاخد الكاميرات في ممتازة جدا هتاخد شاشة يعني هتاخد خمات وجود التصنيع الحقيقة احسن بكتير من شركات تانية واحسن بكتير من موبايلات في فئاته السعرية برضو. وده رأييي? قلولي رأيكو تحت برضو في الكومنتات ايه رأيكو في النوكيا ايت بوينت وان وهل هو يستاهل الست تلاف جنيه بتوعه ولا لأ? قلولي رأيكو تحت في الكومنتات وما تنسوش ان انا هسيب لكم رابط الشراء بتاع الموبايل ده تحت في الدسكريبشن لو عايزين تشوفوه وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وما تنساش تعمل بالقناة عشان تتابع كل جديد انا منزله. كان معكم محمد سامي اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.